حال مشاهدينا الثامنة الصباحا ومجزة أهم الأنباء مع هيلة الحملاوية تفضلي هيلة شكرا جوانا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينج مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول تود جولواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جولواك سلم الرئيس السيسي رسالة من الرئيس سيلفاكير حول سبول تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى خطورة التحديات التي تواجه السودان في هذا الصدد على الأصعيدة الإنسانية والأمنية والسياسية مع تأكيد أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء لحل الخلافات والتسوية الأزمة شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الدورة الأولى لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة العالمي والدورة الثانية لمؤتمر الموزعين بدولة الإمارات وشاركت التنسيقية في ورش وجلسات المؤتمرين الدوليين على مدار خمسة أيام في إمارة الشارقة بالإضافة إلى عدة ورش عمل أبرزها ورشة حول أهمية الصحة النفسية للأطفال والتي نظمتها مؤسسة فاهم استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين وقال شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ودهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وأضافوا أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة بوابل من الرصاص في أحد شوارع البلدة مما أدى إلى استشهاد الشابين وإصابة ثالث بجروح أعلن الجيش السوداني أن الموقف الميداني مستقر بكل ولايات البلاد على بعض مناطق العاصمة التي تتعرض لقصف عشوائي هذا واشتبكت قوات الجيش مع الدعم السريع أثناء تمشيط منطقة موقف جاكسون حيث تم تدمير عدد من العربات القتالية والاستيلاء على أسلحة وأسر عدد من قوات الدعم السريع ولذا البقية بالفرار كما قامت قوات الجيش السوداني بتدمير شاحنة ذخيرة بالقرب من كبر الملك نمر قررت سوريا استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية وذلك بعد أعلن الرياض استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق ذلك بعد أكثر من عقد على إغلاق سفارتها إثر اندلاع نزاع الدامي في سوريا وأكدت الخارجية السعودية أن هذه الخطوة أخذت في الاعتبار قرار مجلس وزراء خارجية الدول العربية الأسبوع الماضي والقاضي باستئناف مشاركة وفودي سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاجتماع مع زعماء الجمهوريين بشأن سقف الديون كان مثمرا وأضاف بايدن أنه سيواصل الملاقشات مع الجمهوريين بهذا الشأن مضيفا أن البيت الأبيض والموظفين التشريعيين سيجتمعون يوميا قبل اجتماع الجمعة مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونل وأوضح بايدن أن التخلف عن سداد الدين العام الأمريكي ليس خيارا واردا انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل